عندي مصيبة والله عندي مصيبة بالـ 2016 وزارة الهجرة والمهجرين دزت عامل خدمة صدروا له أمر يوزع منح على المخيمات بالإقليم شنو اسم هذا العامل وأني ما لعلاقة هذا هو معرف بي بالوزارة يعني مو أنا دا تنمر عليه دا أتجاوز عليه لا ولو يستاهل واحد يغلط عليه وعلى الخلفه بس أنا ما لعلاقة اسمه صفاء الوصخ خلي يسمعون النزاحة خلي تسمع الوزيرة اسمه صفاء الوصخ أنطو وزارة الهجرة والمهجرين أربعة مليار دينار عراقي سلفة على أساس أنه هو رئيس توزيع المنح في ممثلية وزارة الهجرة في إقليم كردستان وهو ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب هذا العامل صفاء الوصخ لا يقرأ ولا يكتب سوه له منحة سلفة يروح يوزع تمام زين هذا من راح لأناكه داخل انصطر لأنه الجماعة طابخيها سوه من توراط طفر بخمسة وعشرين مليون وطلع خارج العراق والحد الآن والحد الآن أربعة مليار بذمة عامل النظافة صفاء الوصخ وهذا بإشراف خاف ما تدري بإشراف المدير العام للدائرة المالية والإدارية أو الدائرة الإدارية والمالية اللي عنده ماجستير اسمه نظام علي عنده ماجستير شريعة اختصاص فقه وهذا كله طبعا المفروض غير يتحاسب الأخ تمام غير يتحاسب أربعة مليار يا رئيس هيئة النزاهة أربعة مليار الضيع بين صفاء الوصخ عامل الخدمة وبين السيد المدير تمام والوزارة كلها تعرف بهاي الأربعة مليار الوزارة كلها تعرف بهاي الأربعة مليار وزيرة الهجرة حققت وياء وجابتها للتحقيق لا أنت تدرع Almازعه نضيع أربعة مليار ها ولبسوها براس صفاء الوصخ عامل الخدمة وطفر طفره وهنان السيد المدير الوزيرة تطي درعنا زاهة عمي إذا كل صفا وصخ يطفر بأربعة مليار واللي وراي حصل درع نزاهة لا قيم الرقاع من ديرة عفت لا حصلنا خوش مرقة وخوش ديك بالعافية على بابليون بالعافية على رياني الكلداني بالعافية على خوته بالعافية على وزيرة الهجرة أنا مرة أنا مسيحية لحد يتعامل ويايا على كيفكم ويايا السلة الغذائية يا وزيرة بـ 39 ألف السلة الغذائية مو بـ 15 ألف والسلة الغذائية بها قوطية معجون ووزارة الهجرة طامسة بالفساد لحد خشمها وخلي رئيس الوزراء بنفسه يروح للمخيمات ويشوف موسيقى موسيقى